السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه? اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال تعالوا مع بعض كده ناخد نافذة بسيطة عن فيديو النهاردة وكمان كل افكار السيدة اللي قدامنا ومساعدة زوجها ليها وكمان روتينها وتنظيمها وتردبها في البيت هتشوفوا معينا كل الافكار اللي بالفعل هتفيدكم جدا من خلال الفيديو ده شوية تنظيمات وكمان روتينات حلوة وفي نفس الوقت طبعا مشتريات كلها مفيدة جدا يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة بالصلاة عن النبي والايقاتكم الحلوة وحمسكم واشتراككم معينا عشان تشوفوا معينا كل جديد وطبعا دخلنا المطبخ يبقى يلا بينا نستعد كده على روتينات الحمسية والمشجعة جدا شوية كمان طبعا المنظمات زي بتاعة ايكايا او غيرها اللي بقت دلوقتي بقت منتشرة في كل مكان بكل اشكالها والالوان بتاعتها والصور كل الافكار دي اظن بقت يعني سهلة وسريعة وامالية وتقدري تلاقي المقرفة زي دي في اماكن كتيرة يعني دلوقتي الموضوع معادش صعب اي حاجة بتفكري فيها هتلاقيها بمنتهى سهولة انت طبعا ان الموضوع يكون مثلا معقب بالنسبالك ومش قادرة توصي النتيجة اللي انت عايزها بل بالعكس كل حاجة موجودة قدام منك سهلة وسريعة واحملية وتقدري كمان تنظم البيت بالصورة والفكرة اللي انت عايزها من غير طبعا العقد ولا كلاكيع ولا فوضى ولا زبالة الموضوع بقى سهل جدا حتى كمان طبعا دلوقتي فتحت معانا دولاب الملابس وبتقول الشكل وما كانش يصر ابدا وقررت طبعا ان هي تنظف كل حاجة موجودة وقررت هنا كمان في نفس الوقت تجيب بقى مجموعة المنظمات اللي لو انت جبتيها هتنظم لك كل حاجة طبعا لو انت عندك كمان اطفال صغيرة بتبقى الحاجات او الملابس بتاعتهم دي مش عارفة يعني تستغليها بالشكل وبالصورة المثالية لكن طبعا مجربة بتجيب المنظمات اللي زي دي حتى منظم الشوزاة بتاعك بيساعدك في تفاصيل كتيرة سوى طبعا في السفريات بتاعتك او كمان في البيت تقدر تحط فيه الحاجات بقى اللي بتنفع في المواسم يعني اظنوا طبعا في موسم الشتاء عندك مجموعة من البوتات بتبقى عايزة تعنيها طبعا في فاصل الصيف فبتكوني خايفة عليها وكمان طبعا تيجي تبصي بين المواسم كده في مجموعة ملابس ما بتقدريش تستخدميها بصورة كلية بص كمان دلوقتي برضو من شوية على شكل الشنط والحافظة بتاعت الشنط يعني شوية تفاصيل ممكن تبدو لبعض الناس ان هي بسيطة وتفهى لكن صدقيني بتكون مهمة جدا بتنظم لك البيت بتوصلي كمان النتيجة اللي انت حباها وعايزاها بفارغ الصبر يلا بينا هنا كمان كده برضو نشوف مجموعة المشتريات بتاعتها وتبدأ تنظف معين المكان ده كل ده طبعا في خطوات سريعة من غير بقى يعني ما تعقد الموضوع على نفسها ويتحسوا ان الموضوع صعب بل بالعكس في أسرع الأمور تقدري تقصي النتيجة اللي انت حباها كل التفاصيل البسيطة اللي انت شايفاها دي والروتينات كمان العملية اظن تنفعك جدا في يومك والتنظيم والترتيب أول بأول بيفرق كمان جدا في شكل البيت عندك قير طبعا ما تكوني سعيب البيت لفترات طويلة بدون طبعا تنظيم وترتيب اظن كل ده بيأثر عندك على البيت بالسلب وكمان مش ننكر أبدا الحالة النفسية السيئة اللي انت بتمر بيها في اللحظات اللازعية دي ويلا بينا هنا كمان نشوف بقى كده مجموعة الشوزات اللي موجودة عندها بتقول اظن طبعا بيجي عاينا أوقات زي ما قلتلكم من شوية في حاجات بتبقى عايز تستخدميها بصورة كلية في حاجات ممكن تسبيها مثلا للمواسم فبتقولك بقدر الإمكان كده كانت مفضية زي جزئين هنا يعتبر لكل الشوزات بتاعتها ومنظماهم بالنظام ده ومش على قدك كده بس حتى الملابس بتاعتها بتقول اظن في حاجات بتكون محتاجة تتكبي كل فترة برضو بيعادي عليك وقت تكتشف دي كم فيه عندك مجموعة من الملابس انت ملبستهاش أبدا فسواء طبعا هتخرجي الحاجات دي أو تتبرع بيها لأي حد بحيث طبعا يبقى شكل الدولاب عندك أروى فيه ستات كتير قوي يتلاقيوها مش بتلبس الملابس مثلا بتاعتها وصيبها عندها في الدولاب بقى لها سنين وسنين طبعا بتكون مصدر الأتربة مجرد ما بتجيبي حاجات كديدة مفيش عندك في الدولاب مكان ياخد كل الحاجات دي والحاجات كلها مترقمة فوق بعضها فساعتها طبعا نفسي دي كنت اللي بتتعب لكن الموضوع بالنسبالك لو بسيط وخفيف كده زي ما بيقولوا الحاجة مش متكدسة فوق بعضها قوي مش صعبة هتلاقي الموضوع سهل وبسيط بالنسبالك وطبعا واحدة واحدة الموضوع ده هيفرق جدا بالنسبالك يعني تعالوا بص مثلا دلوقتي بتقول لو عندها سفرية وحابة تجاهز شنطة السفر بتاعتها طبعا في بعض الأغراض الأساسية اللي مش هتقدر تستغنى عنها وهتاخدها وكمان ازاي تنظم الشنطة دي من غير ما تكون يعني المكان فيها داية ومش قادرة تنظم حاجاتها بتقول طبعا بالعكس لو هنظم كل حاجة بمنتهى البساطة الموضوع هيكون مريحة أكتر بالنسبالك وأظن كمان لو احنا نظمنا البيت معاها كده تنظيمة سريعة هتفرق جدا في شكل البيت عندك يعني بقى طبعا لا فيه فوضة ولا فيه كركبة هتلاقيه الموضوع سهل بالنسبالك جدا الدولاب مريح كده مجرم تفتحيه الملاب الزهرة معاك وواضحة جدا مش هتلاقيه الموضوع متكدس فوق بعضه وعندك حاجات مش بتستخدميها غير يمكن كل كم سنة مرة وهنا كمان مش هننسى أبدا بقى كده اهتماماتها يعني بالأظهار بالورد سواء طبيعي أو كمان شكل ممكن يكون صناعي لكن عمدا معظم السيدات الإيرانية بتحب جدا المنتجات الطبيعية تلاقي شكل كده الورد الصناعي أو الطبيعي ده عندهم في البيت حاجة تفتح النفس قوي ما بيقدروش يستغنوا أبدا عن كل المنتجات اللي زي دي وهنا كمان كده لو جينا نبص برضو على بعض الأغراض الأساسية عندها في البيت السكر الشاي طبعا بقى بالصنية اللي بقت مدرن جدا بكمان العلب والحافظات اللي قدامنا حتى العلبة بتاعة البخور كل حاجة بتحاول تنظمها بالشكل وبالطريقة المثالية اللي قدامك دي وكمان تيجي تبصوا على شكل البرتمانات اللي بقت منظمة وأساسية جدا في حياة كل واحدة فينا إزاي تستغيجي الأدراك بتاعتك بالصورة المثالية اللي انتي حباها تكون شكل المنتجات بتاعتك منظمة ونضيفها وزي الفن طبعا تنظيمك للبيت سواء عندك أفكار كتيرة جديدة أو كمان اهتمامتك بس بالشكل الظاهري دايما للبيت كل ده بيحسن من نفسيتك ونيجي تبصت كمان دلوقتي برضو كده على الأفكار اللي هتدها لنا جابت هنا مجموعة من السبونش يعني أو اللاوة اللسفينجي لهادي جدا وبدأت كمان تنظم به الشكل الحلو اللي قدامنا ده جابت السبت وبدأت تعمل كمان كده السبت من الرومان يعني حاجة طبعية مع كمان مجموعة من الأزهار زي ما شفتوا كده كانت صنعية بس عمتا حاولت تعمل بسكت حلوة جدا وفيه كمان كمقطع منه الشوكولاتة يعني ممكن طبعا بيقدروا ان هم يصدروا الحاجات الحلوة دي في الأعياد الخاصة بيهم طبعا عندهم أعياد ومناسبات كتيرة وكلها كمان تفتحت نفس جدا وأوظن حتى لو انتي بس اديت البسكت ده الهداية لحد حاجة يعني بتبقى شكلها حلو وكمان هيحس ان انتي اهتمت بيه وعملت له حاجة مخصوص خاصة بي ويلا بينا هنا نشوف دلوقتي شكل وطريقة تنظيمها برضو المعظم الملابس اللي بتقول لو انتي حضطيهم كده على طول في الدولاب الموضوع هيكون صعبة بالنسبة لك لكن أظن زي ما شفنا من شوية معظم المنظمات اللي كانت جايباها وبالأخص كمان في الطرح أو الحجاب بتاعك بتنفع جدا يلا بينا كمان ندخل دلوقتي هنا على معظم البرتمانات اللي كانت جايباها عشان تحط فيها طبعا الزتون المخالي بتاعها تعمل معينا بعض الأفكار السريعة والأعمالية اللي بتنفعها جدا وبتقول حتى شكل البرتمانات دي حلو قوي زي ما انتي شايفة كده فكرتها حلوة ولزيزة تنفع طبعا بقى كده جنب الأكلات والوصفات يعني بتقول حتى لو أنا جايلي ضيوف وبس شكل المطبخ عندي منظم بالطريقة وبالشكل ده أظن يعني حاجة تفتح النفس يعني لوحدها حتى الشكل التلاجة البنك بتاعتها بتتكلم عن جمالها وكل المنتجات اللي فيها معظمها كمان باللون البنك وده كمان دلوقتي روتين تاني سريع ليها طبعا دي كلها مجموعة روتينات مختلفة في أيام متفاوتة أنا جمعتها عشان نامل مع بعض الفيديو المختلف والشيء جدا ده طبعا معظمكم ممكن يشوف الفيديوهات اللي زي دي وفيه طبعا اللي بينباهر بيها جدا وبيحبها أبي وفيه طبعا ممكن يكون شايفين الموضوع بسيط وعادي وملهوش أي إلسنا بل صدقوني معظم الستات الشطرة دايما بنحب نتفرج على أفكار غيرنا الستات التانية بتعمل إيه إزاي بتنظم حياتها إزاي كمان بتقوم مجموعة من الأفكار والديكورات الحلوة يعني شكل البيت عندها بيكون مختلف ولذيذ جدا بصرف النظر طبعا ده عم معظم الديكورات والألوان اللي ممكن تقوم بيها وكمان لو جينا نبص هنا على شكل الروتين ده بكمية الفوضى والكركبة اللي كانت بوجودة عندها هتعرفوا قد إيه إن هي بتحاول بقدر الإمكان مهما كان عندها شكل البيت فيه نسبة كبيرة جدا من الكركبة زي ما كلنا معارضين لكده لكنها بتحاول دايما باستمرار تنظم كل حاجة وكمان تعالوا نبص هنا كده على مجموعة المشتريات اللي كانت جايباها وحاول التنظم طبعا بيها تسريحة بتاعتها مش هننكر كمان إن الحاجات دي بالفعل بتنظم لك الدنيا بتخلي شكل الدنيا ألوى بكتير بتليمي معظم الحاجات اللي بتكون من كركبة كده حواليا التسريحة عندك ومخليها شكل البيت فوضوي لكن أظن بتنظمي كل حاجة وبتحطيها كده في الصناية أو كمان المنظمات بتاعتها بتخلي الشكل الجمالي أروأ وكمان تلاقي الموضوع بسيط ومش معقد أبدا ودلوقتي كده هنشوف مع بعض الروتين سريع ليها مع مجموعة المشتريات اللي كانت جايباها من الخضار ويلا بينا نبدأ نخسر كل الحاجات دي ونعقمها كويس ودعينها أكيد في التلاجة أو الحاجات اللي تنفع معها للطبيع هتستخدمها المهم بقدر الإمكان كده حاولت توضح لنا الطريقة اللي بتعملها سواء طبعا مع المشتريات بتاعتها وازاي طبعا بتبدأ تعين كل حاجة في مكانها ويلا بينا هنا كمان ندخل بها لمجموعة ووصفات وأكلات حلوة لها حتى التوصد كده العادي ده بتحاول طبعا تدخل فيه بعض التكات والحركات وتزبط الدنيا يعني مش معنا ان انت هتعملي في طارق أو عاشا يبقى حاجة تقليدية بل بالعكس هتهتم بالموضوع ده جدا وتعمل شوية أفكار من يعني السندوسات البسيطة بس تكون عملية وسريعة وتعملها حلو تقولك سواء انت خارج بارو البيت تعملي كده يعني لانش بوكس سريع شوية ينفعك قوي وتبعا ممكن لو انت بقى فيه مكحين فيه قعدة حلوة زي اللي قدامنا دي تقدري كمان تاخدي لانش بوكس كبير شوية تزبطي الدنيا كل دي مجرد أفكار بنشوفها مع بعض دي دلوقتي هنا برضو مشتريات هكده من معظم المنظمات اللي قدامنا وازاي كمان بتقدر تستغلها بالشكل والصورة اللي قدامنا دي وطبعا استغلت كل البرتمانات بأفكار حلوة وسريعة وعملية عشان كيا طبعا نتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ولهو عجبكم الفيديو هستنى طبعا لايقاتكم الحلوة وحماسكم ومشتراككم معاي عشان أبهركم بكل جديد واشوفكم بإذن الله في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة